لم يمهل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المستجدات كافة في أسبوع حافل بالأحداث الصعبة يرسل الصدر رسالة عاجلة تواكب منح الخطورة في أربيل محذرا مشددا على ضرورة الإسراع بحل المشاكل العالقة مع الدول بالحوار ويكشف تفسيرات لقصف أربيل بأهداف قد يقف وراءها المخربون بإيقاف الانتخابات أو إلغاء زيارة البابا وضوح يبدأ هذه المرة مع مستهل أسبوع مفعم بالأحداث يبدأها بتحية أتباع نبي الله عيسى وموسى ليكون هو الشخص الذي يعكس صورة سمحة وسطية ردا مباشرا رسميا بلسانه وقراره على بعض المعارضين لزيارة البابا ليغرس في العقل العالمي أن شعب العراق نصير الإنسانية ومن فيروسات السياسة التي يحاربها في كل تغريداته إلى فيروسات الوباء العالمي كورونا ينتصر لشعب الرافدين برسالة حث الحكومة على القيام بواجبها إزاء أبناء الشعب الواحد ما يملي عليه واجب حماية صحة العراقيين الذين أكلوا نصيبا وافرا من حصة كورونا القاتل فأزهق الأرواح وأصاب الأجساد بالتعب فوق التعب الغارقين فيه يحث الصدر الحكومة على توفير اللقاح بأسرع وقت لمواجهة جائحة أرهقت البلاد والعباد إلى السياسة مجددا وإعلاء صوت الديمقراطية يبرق الصدر وليست منجرد تغريدة فحسب فيضع الإصبع على الجرح بعد أن اتسع الخرق على الراتق تحت عنوان مطلب الانتخابات النزيهة يقسم الصراع على مستويات أولها الدموي كالخطف والقتل وثانيها الخداع الذي يبنى على الحقد بلا دليل وثالثها الصراع الديمقراطي الأخلاقي الصادق بين أبناء الوطن الواحد مهما اختلفت أفكارهم وعقيدتهم لم يكتفي عند ذكر الصراعات التي أغرقت البلاد وضع النقاط العلاج والإصلاح على رأس أولوياته بضرورة الإصلاح بالقضاء فورا وإنهاء زمن التسقيط والتشهير عنوانه تعكس شخصية عراقية وطنية ينشرها مقتدى الصدر لإمساك العصى من المنتصف في وقت أمس ما يحتاجه العراقي اليوم إلى ميزان عادل ينهي زمن الرضوخ للتوتر والفوضى